أريد أن نعرف الأول معاك يا أستاذ عمر مين مثلك الأعلى واستعدت إزاي لخوض هذه المسابقة طبعا برحب بحضرتك وكل أستاذة المشاهدين أنا سعيد أني موجود مع تارتكم النهاردة أول حاجة طبعا نتكلم الأول عن مسابقة بورسعيد الدولية فضل مسابقة بورسعيد الدولية الحقيقة هي بدأت من فترة كبيرة كانت مسابقة محلية على مستوى الجمهورية بعد كده تقريبا من خمس سنين كان المسم الخامس بدأت المسابقة تبقى دولية المسابقة تحت إشراف معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبينظمها كل سنة اللواء عادل الغطبان محافظ بورسعيد طبعا بالتنصيق مع أستاذ عادل مصلحي هو المنسق العام للمسابقة المسابقة الحقيقة بتجمع ناس كتير كل سنة من جميع الحياة العالمة أنا شاركت في المسابقة دي تقريبا موسمين وده الموسم الثالث الحمد لله ربنا أكرمني فيه فالحقيقة المسابقة ككل كتنظيم كجوائز كروح مشاركة بين كل الناس اللي جايين من جميع الحياة العالمة حكام معنا السنة دي أكتر من ستين دولة جايين من أوروبا ومن أسيا ومن الأمريكتين ومن أفريقيا يعني حاجة مشرفة جدا طبعا بالنسبة لي أنا فأنا الحقيقة مسئلة الأعلى في الإنشاد كان عليه رحمة الله الشيخ محمد عمران طبعا من العمالقة وأكيد مولانا الشيخ سيد النقشباندي طبعا هم كلهم عظماء وكلهم أنا بتعلم منهم ولكن الاتنين دول يعني اللي هم فضل عليها كبير جدا الشيخ الفايومي أكيد يا سلام الشيخ الفايومي عليه رحمة الله يعني من الناس اللي لحنوا وأبدعوا وأجادوا في تقريبا جمعي الألوان حتى هو كان بيقرأ الكران الكريم طبعا عليهم رحمة الله جميعا شكرا للمشاهدة